المفروض نقوم ننتفض ننتفض لكي نبني هزي الامة لكي نعيد بناء هزا الوطن نقوم نرتعد مرتعدين لازم دي تتاخد على النت وعلى الفيسبوك وفي كل مكان الناس بقى اللي بيحبوا البلد بقى وعملين نفسهم خدوا الكلام ده من عندي من برنامجي هنا مصر اليوم على قناة الحياة من شروعه عني عرفوا الشباب عرفوا الفتاة ان حضارتكم واجدادكم وابائكم اصابوا العلماء بالهسس اقول ايه اقول ايه بعدما قلت وما اكثر من قول قلته في القول او لم يقال اقول ايه اقول ان احنا دلوقت عايزين نقعد على مكاتب وناخد في الشارع خمسين الف وثلاثين الف وعشرين الف وما لناش دعوة المرتب ده جاي من اين ولا قصته ايه ولا رويته ايه دول كانوا ينحتونا في الصخر بنوا حضارة من نحتوم في الصخر احنا بنقول لكم واش نحطوا في الصخر احنا بنقول لكم نعيد بناء الامة نحن لدينا فرصة لن تعود اقتصاديا في تحرير الاقتصاد تحرير الاقتصاد هو اول وانا قلت لكم ما فيش حاجة اسمها ثورة اقتصادية بس الثورة بتبقى اقتصادية واجتماعية لابد ان ينتفض المجتمع لابد ان يتفهم المجتمع للثورة الاقتصادية لان الثورة الاقتصادية واجهين لعملة واحدة ايه هي العملة واجه اقتصادي واجه اجتماعي لابد ان نفجر الافكار القديمة فجر حمامك القديم نفجر الافكار القديمة افكار الاقتصاد الاشتراك القديمة لاننا في ظل اقتصاد رأس مالي حر له كافة انواع الحرية نسئول اصل الحاجة غلط ومحناش عارفين نعمل حاجة واصل 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 ليه لان الجنيه ضعيف وما هو سبب ضعف الجنيه هو سبب ضعف الانتاج وما هو سبب ضعف الجنيه هو سبب ضعف التصدير التصدير بتاعك بيلعب في تاتين مليار دولار اللي بالك ربنا الذي قال ان مصر في قبضاتي وان مصر في قبضات الرحمن اداك من منتجات الارض من عنده غاز علشان يحصل عندك اكتفاء ذاتي وتقوم بالتصدير فيبقى احد مصادر الداخل فقالك لن اترك مصر سادعمها بتنوع مصادر الداخل ده ربنا طيب حضرتك بقى توكلت على الله ولا توكلت على الله عملية مهمة جدا النهاردة قوة الجنيه بتضعف الدولار كل ما الجنيه يزداد قوة كل وتقدما كل ما الدولار يزداد ضعفا وتراجع النهاردة عند الدولار ب 16 جنيه يزداد الجنيه قوة يبقى دولار ب 14 يزداد الجنيه قوة يبقى ب 12 يزداد الجنيه قوة يبقى ب 9 وخلي بالك وقوعة تنسى خالص العملية الإرهابية بتاع المانيال بتاع مهد الأورام الهدف منها ايه؟ هدفها الأول والأساسي والرئيسي أن يمنع عنك أحد مصادر الدخ وهو دخل السياح لأن دخل السياحة سريع وعائده فوري وأنا قلت لكم أسرع دور الرأس المال في الأرض هي دورة رأس المال في السياحة خلي بال طيب هيبقى عندك تصدير وعندك غاز وعندك سياحة وانت مقانتخ لا نضرب السياحة علشان نضعف نضعف تنوع مصادر الدخل المصر يقوم الجنيه يفضل ضعيف قدام الضلاع لأن الجنيه لو بقى قوي قدام الدولار الناس هترتاح والعدو مش عايز الناس ترتاح العدو ده بقى له أدوات وأنا قلت لكم وأحد أهم أدواته العمود الفقر في أدواته وأداته الرئيسية هم جماعة إخوان الشيطان اللي طلع من تحت جناحتها مجموعة من الأفرع كلها بمرجعية الإخوان ومرجعية سيد قد ومرجعية حسن البنة ومرجعية ابن تيمية ومرجعيات لا علاقة لا بحقيقة الإسلام اتكلمت لما زيت هتركوا قاعدين عملين تتفرجولي على قنوات مسممة لكي تتلقوا أفكاراً مسممة فتبنوا فكراً مسمماً فتروحوا في نصيب يلا إنما الكلام اللي أنا بقوله لكو ده تزعلين من والله قاعدين تتفرجوا على وزعلين من أنا بقولكو الحقيقة أنا عارفكم رغم إن اللي بيقولك إيه الحقيقة المرة ولا الأمل الكذاب قالك لا الحقيقة المرة يا عبا علشان أعرف أعيش حياتي وواجه نفسي ووقاي فأنا بقولك على الحقيقة ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك مفيش حد يجي يهرش لك إنت اللي هترش لنفسك مفيش حد يجي يشتغلك إنت اللي هتشتغل لنفسك مفيش حد يجي ينتج لك إنت اللي هتنتج لنفسك مفيش حد يجي يصدر لك إنت اللي هتصدر لنفسك مفيش حد هيرجع الدولار لورا ويطلع الجليل قدها انت اللي هترجع الدولار الورى واتطلع الجنيه لقداه